قال مصدر المقرب من مدير مكتب الثقافة بمحافظة تعز لقوة عسكرية اعتقلت مدير مكتب الثقافة بتاعز واقتادته إلى جهة مجهولة جاءت عملية الاعتقال لمدير مكتب الثقافة عبدالخالق سيف بعد يوم من توجيهه سهام الاتهام لقوات تابعة لمحور تعز كانت وراء الهجوم والفوضى وإفشال الحفل تكريم الفنان محمد عطروش وقال مدير مكتب الثقافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن من أطلق الرصاص الحي في المهرجان هم أفراد يتبعون كتيبة المهام الخاصة التابعة لمحور تعز